مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم بدي أعطيكو بعض التحديثات عن فيروس الكورونا وبعض الحقائق اللي للأسف وسائل الإعلام وكتير فيديوهات شفناها مضللة في السوشال ميديا أحد هذه الفيديوهات اللي شفناها بقول لك شوفوا يا حرام كيف الناس عم توقع من الفيروس يعني بتشوف واحد واقف بتلاقي يوقع مرة واحدة طبعا هذي كلها لو فكروا شوي مستحيل هذا الرقم هيك زاتينهم بالشارع وبهالمنظر والممرضين هذول طبعا اللي بين عليهم منهم صغار بالسن بدون كم مماد دون شيء الفيروس هو حمى وارتفاع درجة حرارة وكحة وشغلات زي هاي اللي هي زي أكنوا واحد عندهم انفلونزا شوفتوا عم واحد عندهم انفلونزا وقع زي هيك مرة واحدة هو عارف انه عندهم انفلونزا فما بوقع زي هيك غير يعني يكون عنده فقدان للوعي أو ايشي وحالات اللي بتصير بالانفلونزا فقدان للوعي بتكون يعني درجة الحرارة لازم تكون وصلت فوق 42 عشان يقدر تصير في هاي الشغلة فيعني حرام تضحكوا على الناس ويعني حتى شفت فيديو عرب للاسف حاطينه في لواحد على الهايوي في الصين مبين عليه يعني أنا بس وقفت الفيديو هوملس واحد هوملس قاعد او بدون بيت قاعد على الهايوي لانه فاضي الهايوي قال يا حرام شوفوا واحد مية على الهايوي هو بتحرك طبعا لما تشوف الفيديو على البطير بتشوف انه بتحرك فيا حرام تضل للناس يا جماعة والله يتظلم هذه النقطة حبيت اوضحها الحمدلله الآن تم اكتشاف التسلسل الجيني للاريني الموجود في هذا الفيروس وهذا يعني ان شاء الله راح يساعدنا للوصول الى المصل او العلاج طبعا الشيء الجيد انه لا ينتقل من الام للطفل في حالة واحدة كانت مصابة بفيروس الكورونا في الصين وولد الطفل معافى من الفيروس يعني هذا ببينلكوا انه الفيروس لن ينتقل من الام الى الجنين الآن وصلني من صديق الي دكتور علي الوعري وهو خصائي جراحة صدرية وامراض اجهزة تنفسية موجود في مدينة وخان قال لي انه وصله من البروفيسور جان شياو تسو هو نائب رئيس قسم الاشعة في مستشفى الجنن اللي موجود في مدينة وخان هذا المستشفى تابع لجامعة وهان طبعا يفيد البروفيسور جان انه رصد اليوم حالات عديدة مصابة فعلا بفيروس كورونا الجديد من خلال تشخيص لها عبر الصور الاشعة المقطعية اللي هي سيتي سكان للصدر وذلك برغم فحص المشتبه به مسبقا للحمض النووي عدة مرات ونتيجة الفحص كانت سلبية اي انه لا توجد اصابة بالفيروس الغريب والغريب بالامر ايضا عدم موجود او ظهور اي اعراض الفيروس على المشتبه بهم حينها حيث ان الحالات لاشخاص موجودين قيد الحجر الصحي الاحترازي لاختلاطهم باشخاص ثبت لهم الاصابة بفيروس الكورونا مسبقا طبعا بيحكي الدكتور الله يا عزيزي الخير ارجو التنبيه من قبل المختصين ومن قبل المختصين باخذ عين الاعتبار ودمتم جميعا سالمين نشكر دكتور علي الواري على هذه المعلومة لانه هاي معلومة جدا مهمة اللي حكينا في حالي ظهرت انه ما ظهرت عليها اعراض نهائيا ولكن بتحليل الحمض انه طلع عندهم الفيروس وهذا الشخص سيدة كانت نقلة المرض لاخرين الان ما جاء في هذا التقرير الطبي انه في ناس ما عندهم اصلا الحمض انه ما يظهر عندهم الفحص انه عندهم فيروس اللي اظهرها فقط السيتي سكان فما معناه انه اي واحد لازم يسوي السيتي سكان الى الان لانه جماعة هو الفيروس جديد يعني عم نتعلم كل يوم اشي جديد ونعرف عنه شغلات علمية جديدة العلماء كلهم جالسين يدرسوا في هذا الفيروس وتكوينه عشان يقدروا يوصلوا للصحيح للأسف انا برجع بحكي الفيديوهات المضللة اللي بما الها معنى ولا الها دعم علمي ارجو من هؤلاء السادة ان يتوقفوا عن ذلك لانه هذا سيكسب به اثم الى يوم الدين ايا كان ايا كان طبعا الى الان في حوالي اكثر من 22 الف حالة في العالم معظمها اكثر من 92% منها في الصين ومعظمها في مقاطعة خوبي اللي توفوا وحالات الوفاة اللي هي 427 حالة تقريبا في بس حالتين وفاة خارج الصين واحدة في الفلبين واحدة في هونج كونج بنرجع نحكي انه اهم شيء للوقاية من هذا الفيروس غسل اليدين جيدا غسل اليدين جيدا غسل اليدين جيدا بعد اي تطش بتسويه لانه كيف بنتقل الفيروس حكينا عنه في فيديو سابق الرذاذ تبع الشخص المريض بطلع الرذاذ ما ببقى في الهواء بنزل على الاسطح فعند لمسك لأي سطح مهرض عادة هذا الفيروس الى الان بيحكوا انه حياته خارج الجسم هو 48 ساعة ممكن نحكي 72 ساعة ماكسموم لكن اذا مسكت اي اشي ممكن وبعدين مسكت وجهك اي المشكلة اللي هو اللي بيمسكوا وجههم فلبس الكمامة هو صحيا للمرضى فقط لكن اللي عم بيصير الان انه احنا عنا عادة مش عارف احكوا ممكن متين مرة باليوم احنا بنمسك وجهنا بدون علمنا بدون يعني الرياكشن بيكون اوتوماتيك هيك بتحب تحشر انك بتحكم منخارك تحكتمك او بتسوي اي شيء هذا الرياكشن لازم يتوقف لانه هو هذه المشكلة الكبرى هل فيه شغلة يمكن رح تصير تسمعوا فيها اللي هو بسمو الريبودكشن فاكتر او اللي هو الار كل فيروس في الدنيا عنده الريبودكشن فاكتر او بسموه ار فاكتر او بحطوا رقم الار جنب الفايروس وجنبه صفر رقم صفر هذا الرقم المتغير اللي هو ممكن يكون واحد ممكن يكون اثنين ممكن يكون ثلاث ممكن يكون اربعة الفلو العادي الار تبعه واحد بونتو شو معنى الار انه هذا الشخص ممكن ينقل العدوى لشخص واثنين بالمية بمعنى انه اي شخص اللي هو طريقة نقل العدوى السارس ايام السارس اللي بتذكر السارس كانت العدوى في الارتو هذا الفيروس الار فيه اربعة فالار فيه عالي شوية يعني الريبودكشن ريت تبعه عالي شوية فلازم ننتبه لانه ممكن الواحد يعدي اكثر ناس لكن الحمدلله اللي بنحكيه انه عدد الموتى من هذا الفيروس نسبة كتير قليلة بالنسبة لعدد الموتى من الفيروسات السابقة اللي هي السارس والميرس الميرس قتل حوالي 30 ل 35 بالمية من المرضى السارس قتل 10 بالمية و 11 بالمية هذا لحد الان اللي انقتل منه وماتوا منه 2 بالمية فقط ونسبة العلاج فيه اللي تعالجوا اكثر من 4 بالمية هذا بعطينا يعني ان شاء الله امل انه يكون هذا الفيروس بتسهل علاجه وما نضطر انه انه يعني ان شاء الله ما يعني يقتل ناس اكثر بدي بالنهاية هذا الفيديو اذكركم بكلمة وهان يمكن كلكم صرتوا تعرفوا شي وهان انا رحت لما درست في مدينة وهان ما احد كان يعرف يعني ترجع وين يعرفوا شانهاي بيجين هلأ صارت وهان مدينة مشهورة لكن قد يكون الان لنا عبرة في هذا المدينة وخلينا عجبتني هاي الشغلة احطلكو اياها برضو على السكرين اللي نتعلم كيف نقي نفسنا من وهان فيروس ب احرف مدينة وهان الحرف W بيمثل يعني غسل ايديك كويس الحرف U استخدم الكمامة بشكل جيد الحرف H اللي هو يعني قيص درجة الحرارة بانتظام تبعتك الحرف A افويد لارج كراود ابعد عن تجمعات الكبيرة اللي غير مضطر إلها والحرف N نيفر نيفر تتش يور فيس وداوت انكلين هنز نهائيا لا تمسك وجهك بدون ما تكون ايديك نظيفة ومغسولة ألف سلام عليكم اي تحديث طبي او شيء جديد ان شاء الله راح ابلغكم فيه وسلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد سلام عليكم اشتركوا في القناة